اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ 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 بشهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اقرأ احنا امبالح اخدنا حرف الدال بشكل الحرف وحركات الحرف اه عايزين نراجع مراجعة سريعة تمام كده مراجعة سريعة وهنروح على صبورة مراجعة سريعة لحرف الدال ونشوف الناس معايا فاكرة ولا مش فاكرة تمام بسم الله اول حاجة زينا متعودين دايما السطر الصبورة ليه بقى عايز عود الطالب عود التلميذ انه هو ما ينزلش من على السطر في الحروف اللي بتنزلش من على السطر وما ينزلش من على السطر في الحروف اللي بتنزلش من على السطر يبقى تمام واخد باله كويس اوي 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 تمام كده احنا امبالح عملنا ايه عشان نفتكر بسرعة كده تمام حرف السطر طيب ايه مش عارف حرف الزال قولنا زال فتحة يلا يلا بينا زال فتحة زال زال كسرة ذي زال ضم زو دي حركات قصيرة حركات ايه قصيرة حركات قصيرة طيب مادة بالألف ذا بعدها مادة بالألف ذا بعدها مادة باليا ذي بعدها مادة بالواو ذو حركة قصيرة حركة طويلة ذا ذي ذو ذا ذي ذو طيب الساكن حرفي الساكن حرفي ضعيفي ذا للساكنة دي يا حضرات اذ 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 تمام كده سامين يا محمد عزت معايا هل في شطفة ليه ماجي ماجي حذ بارضه حرفي الساكن حرفي ضعيف حذ طيب طيب كده حركات القصيرة والطويلة والسكون بتاع بتاع حرفي ذا طيب يلا سريعا سريعا هديكو كلمة طلاب منها المادة والممدود وكلمة طاعة هالي تحليل المخاطع الصوتية عشان نشوف نشوف كده حبيبي الحلوين فاكرين من المبارح ولا لا تمام كده طيب يلا هنقول اول حاجة المادة والممدود عشان ايه سريعا سريعا عليه كده مش عاري بقى الحاجة باينة معايا ولا مش باينة تمام لا مسهل المادة الممدود تعالوا كده بينا كده ناخد كلمة كده ونشوف هتنطقوها واتطلعوا للمادة والممدود سريعا سريعا عشان كلمة فيها حرف في الزال كده يلا حبيبي يا حلوين هنقول مثلا حد ينطق لي الكلمة دي كده يلا ها صح الله نرى عليك منفتحة نا ذا الكسرة ذي يبقى نا ذي فيه هنا هوت مع لهاش اي تشكيل خلص نهائي والحرف اللي قدامها تحت كسرة يبقى نا ذي رأضم رو ايو الله ينور عليك تمام كده قال لي على طول يا أستاذ المد هنا مد بلياء برافو عليك يا حبيب والدك ايوة كده خليك معايا على طول كده تم بلياء يا حبيبي هنا بقى مدت مين الياء دي مدت الراء ولا النون مدت ايه ايوة الله ينور عليك الحرف اللي قدامه على طول ولا بد يكون تحته كسرة وقدامه ماكنش وراء ولا بعيد عنه خالص لا اللي قدامه بما مشارة انا هو قد تزال الياء مدت تزال تمام كده برافو عليك تب كلمة تانية كده يا الله ها يا الله حبيبي كده ها لا 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 انت كده حفظها استهجها واحدة واحدة جيم ضم جو جيم ضم جو ذال ضم ذو جو ذو فيه واو اهيه مع الهاش تشكيله والحرف اللي قدامها عليه ضم يبقى جو ذو راء ضم رو جو ذو رو يا حبيبي الكلمة دي فيها مدت بالايه مدت بالواو برافو عليك تمام كده تمام مدت بالواو اهيه نكتبه عشان ما ننسهاش تمام تم الواو دي يا حبيبي مدت الجيم ولا مدت الراء ولا تزال يا أستاذ اللي بيتمد الحرف اللي قدامها على طول ويكون عليه ضم اهو برافو عليك يا حبيبي والديك هادي الذن ضم اهيه تمام اخر حاجة يلا كده يلا استهجه لك كلمة دي حلو يا حبيبي كده الله يلا حبيبي الصوت واطي فو يدني مش عرف ليه ذال فتحة ذا ذا الفتحة ذا بعدها مدت بالألف ذا با فتحة با يبقى ذا با يلا حبيبي يلا يا فريدة كده خليك معايا ايه كويس لن نوعا ما ماشي تمام ذا با فيها مدت بالأه هنا يا حبيبي يلا فريدة أولي يلا يلا يا عمر ايوة الله مدت بالألف يا أستاذ برافو عليك ايوة كده على طول كده الى مقاطع الصوتية السريعة كده عشان نشوف الحبيبي الحلوين المقططين فاكرين ولا مش فاكرين يلا حشوف كده دلوقتي كده وشكلي كده ان في ناس نايمة في الكنترول ما فيش تفاعل النهاردة لماذا لا أدري تمام ما فيش مشكلة وشكلي كده لأستاذ محمد عزة حيحصل أوليد ماشي ماشي حبيبي حلوين تمام كده تعالوا نشوف كده ها هو حلل ها هو إلى مقاطع صوتية يا أستاذ محمد عزة بقول ايه لو كده اكتب في وسط في وسط الصبورة عشان يبان تمام 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 حلل مقاطع الصوتية احنا قلنا قبل كده ايه ها قلنا قبل كده ايه قلنا حلل إلى مقاطع صوتية ها حلل إلى مقاطع صوتية يعني ايه مقاطع صوت يا أستاذ يعني جز جزء من الكلمة انا مش عادف الكاميرا دي والكاميرا دي بتحتي ماشي تمام تمام عشان يبصلها حتى دي خلاص ماشي عشان أعرف بس انا بكلم مين تمام ماشي يا عم كاميرا واحدer كاميرا اتنين خلاص بوس حبايبها حلوية يعني مقطع صوتي يعني جزء حتة من الكلمة جزء من الكلمة حلو؟ لما أقطعه يحصل إيه؟ أعرف أمطأه الوحد لما أقطعه أعرف أمطأه الوحد يبقى المقطع الصوتي جزء من الكلمة حتة من الكلمة لو أقطعتها أعرف أمطأها الوحدة تبتعالوا كده حبايبها حلوية يا مقطعتين كده يلا كده حد يقول لي ألف همزة فتحة آ ذل ساكنة أذ ها فتحة ها يبقى أذ ها بو شوف الكلمة هاش عطول بالشكل كده ألف همزة فتحة آ ذل ساكنة أذ ها فتحة ها بأضم بو يبقى أذ ها بو عايزين نحلل الكلمة دي لمقاطع الصوتية كده يا حبيب يا حلوين يلا كده معايا حبيب يا حلوين يا وأطأطين هم أعمل إيه أيها برافو عليك على طول فيها حرف ساكن يبقى الحرف الساكن معا اللي أبليه على طول برافو عليك أذ أقطع يا أستاذ ولا أخذ الهاء معاها أقطع بعد السكون على طول أقطع على طول أذ فيها ها هو حرف متحرك حرف قاوية ها يبقى الواحد برافو عليك ها ويقطع ما بعدوش سكون ولا بعدو مد والباق يا حبيب يا حلوين أذ متحرك هو قاوي بيعتمد على نفسه تمام كده يبقى هنا كم مقطع أربعة لا يا أستاذ فيه مقطع منه حرفين يبقى تلت تلت حروف تلت مقاطع أذ ها بو تلت مقاطع صوتية تمام كلمة سريعا سريعا كمان كده يلا حبيب يا حلوين ها يلا جو يلا حد يستهجأ لكلمة دي بسرعة بقى كده يلا 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 فريدة جيم ضمة جو ذل ضمة ذو بعد الذل الضمة دي يا أستاذ فيه هو وهيه ومع لهاش تشكيله والحرف اللي قدامها عليه ضمة يبقى ذو جو ذو رو تمام الله ينور عليك يا حبيب والدي أطع هالي بقى حل الهالي المخاطع الصوتية كده يلا الجيم ما فيش بعدها لا سكون ولا بعدها مد يبحر في متحرك قوي بيعتمد على نفسه جو واقطع يا أستاذ والذل ها لوحدها الله ينور عليك برافو عليك يا تنمور أيوة كده حبيبي أيوة حبيبي كده آهو لبقى المد مع الممدود احنا قلنا الساكن مع له قدامه متحرك لوحده المد مع الممدود واقطع يا أستاذ جو ذو قر متحرك لوحدها ما بعدهاش لا سكون ولا مد يبجذو رو كم مقطع حبيبي يا حلونا وأطاطين برافو عليكم كده اختبار سريعه على ايه على حرف الزعل تمام كده نعم الزاهر كده يعني أقول لك هتحصل وليد امبرك وتعمل أشكر في الأستاذ محمد عزت وأقول أخيرا أن توصلت النهار ده أقول لك حاجات تانية استاذ محمد عزت بجد يعني من الناس أيوة أطب اللو هو من الناس اللي بتحب العلم والعلماء حلو كده يا حمد مخرجنا بقى ماشي حباجي بجد والله الناس كلها هنا بسم الله ما شاء الله يعني ماشي ميلي وصل ليه تمام الأستاذ ناصر برضو معنا النهار ده يعني من الناس اللي برضو بتحب يعني التعليم يعني يلا هو أهم حاجة عنده طبعا التسويق والتجارة مش عاوز نقوة لحاجة تمام كده النهار ده حباجي بحلوين هناخد حرف الراء اسمه ايه راء راء مش راء بقى لا اسمه راء راء اهو تعالوا شوف بقى نكتبه كده تعالوا بصوا اهو بصوا حباجي بحلوين سنة بسيطة كده اهي وتجي نازل تحت يعني فيه سنة فوق اهي اهو شوفوا واحد صغيرة كده اهي واحد صغيرة كده وتجي نازل بيها واحد صغيرة تضميلة كده وتجي نازل بيها اهو ادي حرف الراء اهي نعم اتصال طيب السلام عليكم محمد محمد عثمان اه ازاك يا محمد سنة كام حبيبي سنة قول برافو عليك ايه عود بقى تشترك معنا تعمل ايه بقى اكتب لك كلمة وتقول حركات اكتب لك كلمة وحلم برافو عليك ايوة كده انت عسل كده ايوة كده حبيبي هكتب لك كلمة هوا يلا يلا حبيبي خليك معنا كده يلا استهجل كلمة الاول ما تقرأهاش كده على طول يلا ما فيش عاوز حد يغششك انا سمع حد جنبك لابا ما فيش قد جنب خلي لاب حيلو عسل عسل يلا يلا كده حبيبي بي بقى كسرة بي برافو عليك الزال الساكينة دي حبيبي عارف انطقل وحدها بص يا محمد اسمعني الزال الساكينة دي عارف انطقل وحدها لا برافو عليك يبقى انطقه مع الحرف اللي قدامه يلا حبيبي يلا برافو عليك را فتحة تأضم بقى برافو عليك ايوة كده ادى انطقه الصح لابد تقول كده بقى كسرة بي الزال ساكينة بذ را فتحة را تأضم تو بذ را تو يلا حل الهالك ده حبيبي يلا بذ البال وحدها بص حبيبي اسمعني بس هي بذ البقى كمكسورة بص حبيبي البقى دلوقتي لوحدها لا مع الزالك برافو عليك يا حبيب والديك ايوة كده اقطع ولا ما اطاعش اقطع ولا ما اطاعش برافو اطاعت حبيبي اهو يلا اخذ الراء مع التاء ولا الراء لوحدها برافو عليك يا حبيبي وليدك ايوة كده يا عم عاوزيني العسل كده برافو عليك يا محمد يا وثمان برافو عليك شكرا يا حبيبي كم بقطع بقى خلاص انا انا قلت خلاص ثلاث مقاطع واحد دين ثلاث شكرا حبيبي شكرا يا محمد معانا مريم نصر السلام عليكم معانا مريم نصر سلام عليكم طيب ممكن يا مريم معلش يعني تقولي البابا او ماما يعني يوطي التلفزيون شوية يوطي التلفزيون يلا حبيبتي انت في سنة كاملة حبيبتي يبنت اسماعيل اسماعيل من التلفزيون سنة خمسة خمسة بسم الله ما شاء الله ده بس احنا تأسيس انا حديكي بقى كلمة كده صغيرة جدا ماشي وعاوزك جملة يعني وحتقولي ان دي جملة اسمية ولا فعلية وتحددي ركني الجملة لو جملة اسمية ركنيها ايه وايه ماشي ايه انا بقولك الجملة الاسمية ركنيها ايه برافو عليك والفعلية الف ولين لا الجملة الفعلية ركنيها ايه فعل وفعل والله واحيانا ايه معهم اه واحيانا يبقى معهم ايه مفعول بيه برافو عليك يا حبيبي تولديك تمام هكتب لي جملة صغيرة كده عشان ايه عشان خطر عشان انت اتصلت بينا تمام اسمية بالتليفون احسن يعني بص يا حبيبي هنكتب لي كلمة صغيرة جدا ايه ماشي وتقول لي الكلمة دي ايه ماشي يا الله حبيبي كده قرأي كده اكلت ايوة مريم الطعو طيب الجملة دي اسمية ولا فعلية فعلية برافو عليك عشان بدأت بايه عشان بدأت بفعل برافو عليك يا حبيبي تولديك تمام عايزك بقى تحدديلي ماشي الجملة دي اولا بتكون فيها فعل وفاعل عشان قمنا فعلية تمام كده عادي تحددي فين الفعل وفين الفاعل والفعل ده نوعه ايه وفين الفاعل وعالمة عربه ايه يلا كده اكلت ده فعل ايه فعل فعل موض تمام فعل موض المبنى على الفتحة هو والتأدي ايه يا حبيبتي التأذي التأنيس التأذي ايه اللهين اورا عليك حرف مالهوش في الاعراب يعني لم حل لهم الاعراب تمام كده يبقى كلافع الموض المبنى على الفتح التأي ايه التأنيس حرف ماشي مبنى على السكون لم حل لهم الاعراب يلا ماريام دي تعرب ايه فاعل اللهين فعل ايه يا مان عوضي ما فعل يعني بيعمل ايه يعني ها ماله فاعل ايه؟ شكليني بآخر الكلمة مارفو بالضم برابو عليك يا حبيبة والديك ماريامو ده ايه بقى اعرفها ايه؟ يلا اقولي المعلم لا اه سبي معلم ايه؟ ماريامو ده فاعل ماله فاعل ايه؟ مرفوع فاعل مرفوع بالضم ماشي فاعل مرفوع وعلامة رفعه والضم تمام الله ينرى عليك تمام الطعام دي بقى مفعول به مفعول به ده ماله اعاوزك تعريب لي يا رب كامل يا حبيبتي مفعول به كذا وعلامة منصوب بالفتح منصوب ايه ودايما المفعول به ايه؟ دايما يا حبيبتي ايه؟ المفعول دايما منصوب ماشي بس علامة النصب هنا يا حبيبتي بالفتح الله ينور عليك يا حبيبتي وديك بربو عليكي ان شاء الله يعني المرة الجاية حسلك اسئلة اشد من دي شوية تمام كده انا اقول دي بس ايه فعل وفاعل ومفاعل به المرة الجاية بقى هايبا فيه مفاعل مطلق وهايبا فيه مفاعل لأجله وكده يعني شكرا شكرا يا مريم شكرا يا حبيبتي تمام يلا عشان مريم عطلتنا شوية بس طبعا يعني علشان اتصلت بينا تمام لابد نقدرها ولابد نديها ايه اي اختبار يلا حبابي يا حلوين ادي شكل حرف الراء عشان نخلص شكل حرف الراء اهو تمام كده بص بص يا حبيب اهو هتعمل واحد ميلة شوية كده وتنزل بها تحت تمام كده ادي حرف الراء ماشي ادي الراء فاول كلمة اهو حرف الراء حرف الراء هبابي ما تنسوش من الحروف الرفاصة ليه يعني ايه حروف رفاصة يا استاذ يعني ما بيمسكش في اللي بعدين يلا ادي حرف الراء فاول الكلمة اهو حد يقول لي كلمة كده اقولها حرف الراء يلا حبيب يا حلوين يلا برافو عليك يا حبيب والديك حلوة أو مثال واحد عشان نخلص عشان هتقول لي حلقة خلصت يا أستاذ محسن تمام كده روضاني سكاني را فتحة را جيم ضم جو لم ضم لو را جو لو قد الرأ فأقول الكلمة أي كلمة حبيب يا أولا الأمور أي كلمة بتكتبها الصبورة أو تملوها لأبناءكم تمام طيب حرف الرأ في وسط الكلمة شوفوا شوفوا بيمسك في الهددام أهو أهو ماشي زي إيه كده حبيب يا حلوين يلا ايه زي مثلا حبيب يا حلوين شوفوا بق كسرة بي شوفوا الهمزة أهيه همزة سكون بي شوفوا بي مطلوب منك مرحلة التأسيس مالكش دا ومكتوب يعني تراها همزة وخلاص همزة ساكنة همزة مفتوحة همزة مكسورة بس لما تكبر شوية هقولك هقولك هي تعملت ليها على نبرة وتعملت ليها على الواو وتعملت ليها على السطر هقولك بس في سنة رابعة تمام كده يبقى بي رأضا ما هو بي رو قادي الرأي يا حبيبي يا حلوين أهيه الرأة أهيه ده في آخر الكلمة إيه يا أستاذ أستاذ ده فياخذ الكلمة يا عم تنايم وليه ما هو بوصو حبيبي أهيه حر فتحة حا رأس ساكنة حر بأضام بو آدي حرف الرأة في وسط الكلمة هو ماسك في اللو قدامه تمام كده يلا حبيبي يا حلوين طيب طيب حرف الرأة لو سبقوا حرف الحروف الرفاصة أهيه ألف مثلا ألف همزة فتحة آ رأس ساكنة أر شاء الله أر ح مو بوصو حبيبي ألف همزة فتحة آ رأس ساكنة آر ح فتحة ح آر ح مي مضم مو أر ح مو أدر لو سبقوا حرف رفاص في وسط الكلمة حبيبي باحلونا ايه الألف رفاصتها وهي رفاصة الحق تمام عاوزيني في آخر الكلمة بقى هه يا الله زي ما أقولنا دلوقتي برضو ما تقول عاوزيني حاجة أن الحروف الرفاصة هي لها شكلين هم شكلين فأقول الكلمة وفآخر الكلمة أهو وفي نص الكلمة كلها شكلة واحد يلا كده زي احنا قلنا للوقتي بإيه ب هم يلا ب رو الصبور عامنا كده لي مش عارف أنا مش عارف الأستاذ النصر يعني مش منظبط العملية شوية هادي ألا ونصر صحيح فأخذ الكلمة هوا ها هو نوم فتحة نا صد ساكنة ناص ها هو هذا الرأى فأخذ الكلمة هوا ناص رو شوف نا 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 مراققة ناص ناص والصد ساكنة بس مفخمة ناص أيوة هو ده يا ناصر ناص رو تمام كده هذا الرأى هي حبيبي يا حلوين لو ما سبقاش حرف رفاص وفي آخر الكلمة بتمسك في اللي قدامها تمام طب لو في آخر الكلمة يا حبيبي حلوين وسبق حرف رفاص زي ايه كده يلا ها يلا حد يجيب لي كده آخر حرف الرأى في آخر الكلمة كده يلا ها لا عاوزين كلمة تانية غير دي يلا ها يلا متكرر لا احنا مش عاوزين حرف المشدد دلوقتي عشان الأطفال يلا بص حبيبي فأ فتحة فأ همزة ساكنة هيه ألف ساكنة ف بص رأى ضاما ر Simone شوفوا حبيبي أدى الرأى في آخر الكلمة بس سبقى حرف رفاص شوفت كتبت إزاي اهو تمام كده أدى حرف الرأى في آخر الكلمة زي رجل حرف الرأى في وسط الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص زي حربو ولو سبق حرف رفاص في وسط الكلمة ارحمه اهو وهنا حرف الرأى في آخر الكلمة بس لو ما سبقه حرف عادي اهو مش رفاص زي نصرو ولو سبق حرف رفاص فأرو كده الكلام ده كله في الراس الشكل الحرف لابد تكتبوا رأيه عشان تنزل بالحاجة دي دواجب يلا حبيبي كده عرفنا شكل حرف الرأي يا حبيبي يا حلوين يا يا ايه الله ينور عليكم يوم قططين يلا كده يا حبيبي انا مش حاسس ان ما فيش حماس كده مش حالف ليه في الكنترول المهاردة والشكل كده حقلب على السؤال محمد عزت ايه انا اصدع الحماس نشاط يعني مش اصدع حاجة تانية مش اصدع الحاجة تانية والله ماشي حبيبي يا حلوين بصوا بصوا حبيبي احنا كده خلاص عرفنا شكل حرف اه الرا او الكلمة وفاصلة الكلمة وفي اخر الكلمة حركات حرف الرأي القصيرة يلا سريعا سريعا عشان الانستاذ بقولوا يلا قدامنا نص ساعة بس يلا ادي رأ فتحة رأ رأ كسرة رأ ضم تمام دي اسمه حركات ايه قصيرة فتحة كسرة ضم حركات قصيرة رأ فتحة رأ رأ كسرة ري رأ ضم رو رأ ري رو طب عاوزين مثال يا استاذ عن رأي المفتوحة يلا كده حبيبي يا حلوين ها يلا لا 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 رأ مزلأ في بعدها مد بالالف يلا بصوا حبيبي اهو استهجلي كده رأ فتحة رأ حقما كسرة حي رأ حي ما رأ حي ما اهو تمام كده رأ حي ما ده ايه انا الرأ المفتوحة هي رأ فتحة رأ حقما كسرة حقكسرة حي رأ حي ما مين فتحة ما رأ حي ما طب حد يقول لي حاجة تانية كده ها حد يطالي كلمة دي اهو هكتبها عشان تبعين كويس حاسس ان الحاجة مش باينة دي على الشاشة مش عارف هكتبها كبيرة شوية هي ها حد ينطالي كده لا ها لا لا بص حبيبي الاسم حبيبي بالتالي المفتوح ماشي رأفة الاسم التاني اما دي رأفة رأفة مؤنسة ماشي رأفتحة رأ ها ايوة كده ألف هنا ساكينة ألف همزة سكونة هي رأ شوف رأ رأ فا فتحة فا يبقى رأ فا تأضم تو يبقى رأ فا تو برافو عليك تمام الرأي المكسورة يا الله ها يا الله حبيبي من برافو عليك رحاب ماشي اتقل الله رحاب ورح راحة بس الرأة هنا مفتوحة ورح راحة هنا رأة كسرة ري حا بعدها ما دي بالألف حا يبقى ري حا بأ ضم بو ري حا بو تمام كده عاوزين المثال بقى على الرأي المضمومة يلا كده حبيبي عشان ايه نسعف ها ايه اه اه انت قلت ايه مين آه برافو عليك يا حبيب والديك بأ كسرة بي حا بعدها ما دي بالألف بحا رأ ضم رو يبقى بي حا رو تمام كده احنا عرفنا كده كلمات على الرأ فتحة رأ فتحة رأ 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 كسرة ري رأ ضم رو تبتعالوا يا حبيبها حلوين يا مقطاطين كده نشوف بقى لو بعدها ما دي بالألف الرأ هنا فتحة عايزين نمدها حبيبها حلوين هه تبقى ما دي بالايه بالآلف را تبقى هنا رأ كسرة عايزين نمدها هني بديها بالإيه؟ باليا الكسرة بتحب المد باليا يلا ري تابع الراء ضم يا أستاذ بتحب بإيه؟ يلا يلا حبيب يا حلوين يلا رو بتحب مد بالواو عاوزين مثال كده على المد هنا يا حبيب يا حلوين؟ يلا راء بعدها مد بالألف راء أهو بأ كسرة بي يلا حبيب يا حلوين حق ضم حو يبقى راء بي حو راء بعدها مد بالألف راء بأ كسرة بي حق ضم حو راء بي حو تمام كده عاوزين مد بالياه؟ مثال على مد بالياه؟ يلا يلا حبيب يا حلوين يلا كده حق فتحة حا راء كسرة ري بعدها مد بالياه أهو حري يلا حبيب يا حلوين راء ضم رو حق فتحة حق راء بعدها مد بالياه؟ ري حق ري راء ضم رو تمام كده؟ تمام المد بالواو يلا مثال عليه كده حبيب يا حلوين يلا ما فيش خلص ولا؟ روح ماشي بوسوا حبيب يا حين سين ضم سو راء بعدها مد بالواو يلا سو رو راء ضم رو يبقى سين ضم سو راء ضم رو سو رو بعدها مد بالواو يبقى الراء سو رو راء ضم رو سو رو رو باقي السكون حنخلصه سريعا سريعا يلا باقي السكون بس فقط لغير ماشي ماشي مش مشكلة ماشي سريعا سريعا هه هاختم على طول هاول السكون واختم على طول ديتم بالزبط يلا هبايب حلوين ها ها يلا يلا الرأي الساكنة نعرف انطال وحدها ها يلا الرأي الساكنة نعرف انطال وحدها ما ينفعش يا أستاذ أ أ أر تمام ها يلا ر ايه ده وعمري جه ر ر وعب السلام كمان أر ماشي آلف همزة فتحة آ رأساكنة أر أر ار أر ه يلا ولوحة حر لوحي حر لوحوه تمام الله ينور عليك وكر وفر تمام كده ومر وور اهي طيب بصح بايبه من المسال بصريعا كده اخر حاجة يا الله وفتحة و رأساكنة ور و لا مش و مش و و ور يلا ور هه ده تو يلا هه عاوزين المسال تاني كده يلا حبيبي يلا هه حا حا فتحة حا رأساكنة حر بأضم بو يبأ حر بو حر بو ور داتو حر بو طيب يلا كده كفتحة رأسكون كر نعم بأضم بو للاسف الشديد عملين في هداني يلا 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 الحلقة خلصت يبأ كده عشان ايه سريعا سريعا هاي الشبكة هاي هاي قد الرأة هو لشبكتها يلا رأة فتحة رأة رأة كسر ري يلا رأة ضم روح رأة بعدها من الألف رأة بعدها من الدملياء ري بعدها من الدملياء روح الرأة الساكنة عرفا طال وحدها ر ر أر بكده حبيبي حلوين خلصنا حرف الرأة تعالى علشان أستاذ محمد عزة هطلع له إن شاء الله وكنت متخيل أنه يبقى أفضل من بكتير يعني من أستاذ محمد وليب بس يا الله النهاردة الظاهر أنه كل مخرجن واحد وأشكر جميع زملائي في الكنترول وخلف الكاميرات وأشكر الأستاذ عمر طبعا ماشي عمر عمر والأستاذ طبعا عم علي طبعا يعني هندسة الصوتية كلها والأستاذ أحمد عزة ماشي وطبعا الأستاذ ناصر الشاهد كل زملائي كل زملائي أشكرهم والأستاذ طبعا تامر عبد الحميد اللي عمل مجهود جبار في إعداد هذه الحلقة تمام وطبعا محمد الملك الملاج جوابي تمام كده ماشي طبعا الأستاذ علي حسين أي الهندسة الصوتية كلها أشكر كل من يعني سعدني في هذا البرنامج وأشكركم لحسن متابعتكم وإلى أن ألتقي بكم الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إقرأ 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 نعم إنها الحلقة الخاء خاء 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 ضم خو خاء خي خو أخ إخ أخ ابقادت ابقادت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم ونحن الله الرحمن الرحيم مالك ومجين إياك أنا عمده إياك نستعين أجلس سراطة المستقين سراطة الذين أنعمت عليهم وعينا مغلوب عليهم رضالين آمين كله أحد الله صلى الله عليه وسلم يرد هم يرد دولة مني ولد دولة مني كلها قفا أحد اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ فنور العلم ذا